أعطني عقب الريالة اليوم أتوقع سلطان يفعلها سلطان ثقال أنا قلت لك ترى لو داحمتني وسألتني شوي دخلت سلطان من ضمن الثلاثة أنا برضو معك ناصر بس آسف قاطعتك لكن ممكن يكون ناصر قل ليش خلال الأسبوع الماضي لو تلاحظ سلطان كان الأول و بعدين جاء جحفل عبدالله جاء جحفل إبراهيم جاء جحفل عبدالواحد بعدين أنتظر ثلاث أربع أيام تقريبا بعدين رجع سلطان الأول إذا تذكرها أعلن أبو عبدالله على العشاء و بعدين الآن رجع سلطان الثاني الثالث فأتوقع أن سلطان يغيب يوم يومين كان الأسبوع الماضي يغيب يوم يومين عن التصويت و بيرجع بقوة لكن أتوقع الساعات الأخير سلطان بيجحفل النسخة كاملة أنا أقول هو هرم الدبق الوقت الأخير دائم ترى هو الحاسم يعني الوقت الآن والجمهور لا زل مفتوح معهم المجال إلى الآن أنهم يساهمون وشاركون في أنهم يحددون منهم أصحاب المراكز سواء الأول أو الثاني أو الثالث لا زال القرار في يدكم أنتم يجمهون لا زال رأس أو هرم الذبذب في المتسابقين سلطان ذكر أنا أعلمك بكل أمان هو هرم الذبذب يا سلطان سلطان تشوفه يطلع أول ثم ينزل ثالث بعدين شو تنزل تحسنها العاشة ثم يرجع ثاني أول هرم قوي في الذبذب عندنا كمتسابق بكل أمان هذه اللي شفته من المعطيات اللي في اليومين اللي فيها التصويت هذه أو الثلاثة أيام يعني تتوقع أن سلطاني بنفسه سلطان؟ بنفسه ما هو واثق أنه ممكن يأخذ المركز؟ والله يا أخ مبعن وفذوقه شف بالبدايات ترى كان سلطان ثقته كبيرة جدا الأيام الأخيرة هذه أشوفها مرتح جاجي على الله والرجال هاااا الرجال مرتخي جوي لأنا والله أكون معك صادق إذا فيه سبرايز على ما قاله في البرنامج كل هو اقتحام سلطان ثقل في التصويت أتوقع طيب أنا أتوقع الأول أتوقع سلطان يعطونا النتائج يعطونا النتائج يا ناصر إلى هذه اللحظة طيب النتائج لا زالت عند الكنترول أوكي الساعة كم يقفل التصويت؟ برضو كمان أحتاج تأكيد الكنترول في النقطة هذه أذكر قاعد الساعة عشر لا الساعة عشر يبدأ الحفل طيب طيب بنتطار الكنترول راح يزودوننا فيها خذ راحتك بس أنا عندي خلني أبعط التوقع